أنا بس قبل ما ندخل جوه سيدة الوزير الطيار محمد منار برضو عايزة أعرف يعني كنا تكلمنا في جزء سابق دلوقت يعني أثناء الجولة عن الإجراءات اللي بتتخذوها علشان تطمنوا على الناس اللي دخلين البلد والإجراءات اللي بتتخذ في المطارات هل نقدر نقول إنه المطارات اللي فيها نسبة سياحة أكتر وطيران مباشر جاي هل الإجراءات فيها بتختلف عن غيرها من المطارات والمواني؟ لا يا فندم هو كل المطارات الإجراءات واحدة والإجراءات مكسفة على جميع الرحلات زي ما قلت لحضرتك علشان منها يتصروا بأي حالة عن طريق الأول قياس درجة الحرارة وبعدين بعدها بيتم المعاملة التعامل مع الراكب لو كان حرطو علي فكل المطارات على أهبة الاستعداد وكلها بدرجة واحدة منها أعتقد عملكم في المطار بيكون في المواني والمطارات بيكون بالتنصيق بشكل مباشر مع وزارة الصحة ده لنا فهمها ستة الوزير طبعا يا فندم الحجر الصحي ولي الولاية ووزارة الصحة والسكان وإحنا معاونين لها أو نقدرون إحنا باكا بورا طبعا شايفين أنه بيحصل في عدد من الدول بيحصل خلينا نقول تشديد شوية على السفر من بعض الدول أو إلى بعض الدول بتستعدوا إزاي لده بتوجهوا هذا الأمر؟ والله يا فندم أي بلد تأخذ الخطوات الاحترازية لها لأنها بتبقى خايفة من شار المرض عندها وإحنا مصر مفتوحة لكن طبعا في بعض البلاد بتتم المعاملة بالمثل أو إحنا يعني ما عملناش ريستركشن على حد يجي مصر إحنا فتحين البلد لأن إحنا عندنا إجراءات الاحترازية جديدة في مصر وإجراءات متابعة لكل واحد داخل مصر أجنبي أو مصري علشان لو ظهر عليه أي أعراض بيتم تتبعه وتتبعه كل المعاتين به ودي ظهرت جالية في الحالة اللي كانت كية زي موزير صحة تكرمت معليها وأشارت إليها اللي هو على أساسها كان فيه يعني مركب كان فيها بعض المشاكل هنا خلينا نكمل جولتنا وبرضو نرجع نتكلم تاني أثناء الجولة شكرا يا فندم شكرا